عايز بقى أنا فرصة يعني ووجود حضرتك النهاردة موجود عشان نعرف تجربة فيوتشر من أول إلى الأخير بمعنى إيه؟ إنه فيه أندية الناس بتشوف ديه بيقولوا عليها أندية استثمالية في مصر أندية دخلة عشان تصرف وتكسب فلوس الناس بتبقى فاكرة الاندية دي بتبقى دخلة تصرف وخلاص اللي هو مش ناوة أكسب أنا هاصل بس بشتري فالمنظومة بتاع فيوتشر أنا كنت بتكلم معاك في التليفون قبل كده فيوتشر منظومة تدعو الناس تعجب بيها ليه؟ تكوني بشكل سليم على مستوى الفريق اللي أنت بتلسى بتقوله دوت مين اللعيبة الخبرات؟ مين اللعيبة الشباب؟ مين اللعيبة اللي هستثمر فيها؟ مين اللعيبة اللي هاخدها إعارات؟ تحسن المنظومة زكية مش منظومة وخلاص اللي هو أنا بشتري وخلاص فاشرح لنا من ساعة ما بدأ فيوتشر حنتكلم في موسمين رائعين جدا عملهم فيوتشر لحد هذه اللحظة عملتوا إيه وحصدتوا إيه حتى هذه اللحظة؟ الموضوع ممكن أحكي لك عليه في نص ساعة لكن موضوع صعب جدا وكبير جدا هي الحمد لله رقم واحد يعني أنا أول واحد كلفت بالمهمة دي أن أنا كل مدير رياضي للفريق فمطلوب مني أن أنا جيب مدير فني وجهاز طبي وجهاز إداري وعمال لبس ملابس ولا عيبة لو أنا أنا واخد زي يقوله كده إيه واخد الشقة على المحارة هي دي بقى اللي فرقت معانا السنة دي أن أنت بتشتغل في بيتك بتشتغل في اللي أنت بنيته بتشتغل في اللي إحنا كلنا أو الناس جينا المكان أو إحنا اللي عملنا إحنا اللي جيبنا التراويزة دي إحنا اللي جيبنا الجيم إحنا اللي جيبنا فبتتعامل انه بيتك فلما بيجي يحصل اي مشكلة انت ببيتك ما بتيجي تحل مشاكل في بيتك غير ما بتحل انت شغال في مكان صحيح ويقول انت عشان انت كمان المؤسس فانا جاي شغال في مكان فانا عنده شروط انت ملفستها السامو عليك وعليك السلام فهو ده الانتماء الانتماء جاي منين من عندنا احنا وتلاقي في حرقة وتلاقي ايه ده انت مسلا مش في نادجة مهيرة ولا الحرقة جاية او التعصب او ان انت عايز تنجح انت عامل المكان ده فانت مش عايز مش عايز يبوز فالمكان ده اتعمل ازاي لو كنا اشتغلنا بالسرعة اللي احنا اشتغلنا فيها بس ما فيش فكر كنت اعتفشل برضو لكن معاك ادارة قوية وده شيء مهم جدا في ظهرك وعطيك السابورت وبتقولك اشتغل بفكرك ده كانت اول حاجة كانت عجباني في الموضوع ان انت هتشتغل بحرية ما عندكش مجلس ادارة يقعد يقولك انت بتعمل ايه خلو بقى لك ده بيفشل اي حد بيشتغل لا واحد زي حالتك كمان انت راجل مش موظف يعني لو انا مش جاي هاخد مرتبع اخر الشهر انا اسمي مدير رياضي وسلامه عليه كلها رايز تشتغل اصلا على ان اخوك كام انا ما صدقت انا وانا جاي من الاحتراف خلو بقى انا احترافت اتناشر سنة فالموضوع ده مؤثر حتى في شخصيتي فلما باجي الاقي في مصر هنا بعض التصرفات من الاندية او بعض التصرفات من اللعيبة او اجهزة فنية انا ببقى تعبان بس هاوصل لمرحلة اللي ما انا اشتكي وانا محبش ابقى واحد شكاية اتعايز تنجز او احس بالمظلومية ايوه انا مش الشخص ده تماما انا بشتغل انا بس بشتغل اه انت مش هتصلح وكون صحيح لكن على الاقل خالص لما تكون في حتة صلحها تبقى اعمل الصح اللي فيه مش تعمل تتكلم يلا خش وريني هتشتغل ازاي وده الشيء المهم جدا فعملنا الفرقة بعملية اختلاف ربنا سبحانه وتعالى ان انت طول ما انت عندك ادوات مختلفة هو ده منتهى الكمال بمعنى يعني تكوين الفريق ده الوحده هو فلسفة استراتيجية مهمة جدا ان انت اي مدير فني عاوز يلعب باي طريقة هيلاقيه اهو بتبقى موجودة يعني عايز تلعب باربعة اربعة اتنين كويس جدا عايز تلعب باربعة اتنين تتا واحد موجودة وبالتالي اللي بجيبنا وعاية اللعيبة اللي تفت مع اي طريقة ما تلعب دي فالادوات دي لازم احنا كادارة والمدير الرياضي نوفرها للمدير الفني هاي للمدير الفني فدي بقينا نرسم ورق ونحط اسماء ونفشل في صفقة ونجيب الصفقة اللي بعدها بس شباه عشان كده هتلاقي في كل وزير كل بوزشن عندنا هتلاقي واحد واثنين وثلاثة صح ولما بيلعبوا اي حد فيهم نسبة التأثير ما بتبقاش واقع صح لان في الفرقات مش كبيرة خالص خالص وبعدين اللعيبة اللي عندكو كمان فيهم ميزة انو في اكتر من اللاعب اللي يقدر يلعب اكتر من المركز بالزبط فدي كمان فكرة كان صفقة مهمة جدا كل اللي بتجيبه كان لازم عنده هدع كان لازم يكون عنده تموح كان لازم يكون عنده مساحة نجاح لسه في عمره عاوز يعملها فكان بيحصل بعض الجلسات مع كل لعيب خلي بالك انا مضي فوق الاثنين وستين لعيب عقد لكن في لعيبة ما حصل لش الشرف ان انا اشتغل معه عشان حسيت في وقت من الاوقات ان الراجل ده ما عندهش تموح فقال له انا جاي انا على من نادي بالزبط انا جامد انا كبير وحقق كل حاجة معلش انا هشرح دي برضو للناس عشان بحب انا كل جملة اف قدامها انت تقصد انه انا مروحتش جبت اللعيبة مش لازم يبقى الفرقة كلها لعيبة تصف اول اللعيبة اللي هي لا لا خالص بيجي كل واحد فيهم يحس انه انا وريد اكبر من انا تاريخي لا 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 خالص بطبيعة الحالة هو تاريخه هيبقى اكبر من تاريخ اللي هو بقى له ساته بزبط فانت حاولت ما يبقى الكلام ده موجود بزبط مش اللي هو انا اقدر ادفع واشتري لا لا خالص 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 تمام وكنت وعينك بقى اللي موجودة تمام وكان ساعة اول ما بدأ النادي كنا بالكابتن محمد يوسف الاول طبعا وكان مشترك معايا في الكلام ده كله تاعب معانا في الحتة دي بعد كده كابتن علي لما ساب المصري تمام تولى هو المهمة فلما تعرض علي اللي سكواد كان فرحان جدا كان فرحان جدا اه يعني دائما لما تجيب مدرب غير مدرب اللي اختار يقولك لايه ده ايه ده لا لا خالص ده فيه لعيبة كان عاوزها وإحنا خدناها منه اصلا اصلا يعني كان هو واخدها في المصري وكان مش عارف مين اللي بوازله الصفقة وخدها فطلع اينا فانت جبت الكابتن علي نفسك فالكابتن علي لما جيبها اضاف لنا الحمد لله بشيء كواس جدا وده اللي ساعدنا بشكل كبير جدا لان لما يكون معندك مدير فن كبير اللعيبة تيجي عليه صح برضو تيجي عليه اسمه بالزبط كان عندنا ننتجه تاني لقط اللبس وده شيء مهم جدا وده 70-80% من الان ده سبب الخسارة أو سبب اي حاجة هي قط اللبس اه اللي هو انت بيبقى عندك فريق بتشوفه تقول عليه ايه ده عنده تشكيلة حلوة جدا وجاس فني محترم جدا وتاني نتائج بتاعته سيئة ما تفهمش بها نتائج سيئة ليه اه انا بمثل قط اللبس اه بالبيت اللي هو ايه لازم يكون عندك الجد والام والاب والاخ الكبير اللي ينصحك والاخ الصغير فلو انت عرفت تامل ده تبقى موجود تبقى موجود التسلسل ده لو لقيت لو لقيت طفل صغير في البيت المكونات اللي انا بقولك عليها دي موجودة هيطلع سوي هيطلع عنده اصول فيه واحد اللي بيزعق وفيه واحد اللي بينسح فيه واحد اللي بيطبطب قولي ده موجود لو موجود فيه واحد جرب صح فيه واحد شاف نجاح ده نجاح فيه واحد تاني عاوز ينجح فيه واحد تاني اول ما جيه بص اللي جام ايه ده انا معايا الناس دي موجودة فانا عايزة بقى زيهم عملية التواصل صح بتاعة الاجيال اللي موجودة صح اتنين طب انت لو عملت كده فانت هكون ممكن تكون لتجيب ناس انهم كبير قوي لتجيب ناس صغيرين قوي صح فانت لو عبيتك فيه ايال صغيرة كتير المشاكل هتكتر صح ولو جبت الكبار انت فرقة كبيرة مش تقدر تنفس اه او هتقدر تنفس اللي عاوزه الكابتن علي منك من ضغط وشاب عندك مجهود صح فرقة كبيرة فرقة شايخوخة فرقة مش مش احسن حاجة فازاي التوازن ده يحصل طب تجيب ناس بتبطل وبعد كده بقى ايه تيجي تاخد فلوس وفي الآية خاص انا بنصحك دم الولد الصغير لما يقول لك انت بتنصحني ما تشوف نفسك اللي او انت بتلعبش اساسي صحيح طيب كابتن عمزار في اللحظة دي وانت بتحاول بتتحكم في قط اللبس بشكل جيد اكيد كان بيحصل مشاكل طبعا ايه ايه معنى الهدوء انه مفيش مشاكل لا 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 خالص 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 اول سنة زي اول سنة جواز انت كان اي حد تجاوز صح بيبقى فيه نوع من التطبيع لسه منفهم التطبيع على بعض صح انا بحب كذا انت بحبش كذا تكلمنش في الاسلوب ده انت تكلمنش في الاسلوب ده كل واحد جاي بشخصيته في نادي صح فازاي كل الشخصيات تجتمع تبقى شخصيت فوتشر فدي كانت اصعب حاجة في الموضوع اول ثلاث شهور هنا ازا ما بيقولي يعني في نجاح هنا تخلع التشيرت اللي انت جاي بيه وتلبس تشيرت فيوتشر فكنا عاملين ايه واحد عندي ناس حويتها في اندية بقالها مئة سنة فانا ازاي تشيل منه الموضوع ده وتحط فيه انتمائة فيوتشر صحيح فكنا عملنا ايه عملنا لوجو في كل حتة خلناهم دايما ما فيش تشيرت عندنا مش محطوط البدج بتاعه وممنوع اي حد يلبس تشيرت حاجة تانية اتنين فصلناهم عن العالم شوي يعني ايه ما فيش مدخلات ما فيش تلفزيون دا حقيقية ما فيش كابتن مش عارف ايه للأسف للأسف كابتن عبد ظاهر بتعبنا معاك كل شيء زمالي يجي ليه هو احنا اتفقنا او يعني في حد موافق انه يخش بس كابتن عبد ظاهر مش عايز فانا ايه اروح بالعشم اقول بقى كابتن عبد ظاهر حبيبي يعني بقى فهقول لكابتن عبد ظاهر فهيدخل لي فلان اكلم كابتن عبد ظاهر يقول لي لا يا كريم والله يا مش عارف ليه كابتن عبد ظاهر دا احنا حبايب قال لي والله العظيم دا نظام او ما بيقول لي نظام انا بقافش اقول له جملة بعدها اخلاص انا احترم اي حد بيعمل نظام حتى لو دا على حساب شغلنا الاعلامي بس هو راجل نظام اللي بينجح بي يعني هو فده نشهد عليه هي عملية ان انت تنظيم بس ان انت ما تبقاش ان انت كلعيب كلعيب اه انا ببص دايما للنادي الاهلي ونادي الزمالك والانداء كبيرة ايه اللي بحصل فيها اه طب انا لعبتي فرقة كبيرة انا انا لعبتي حتى لو هو مش عارف كده انا عرفه صح انا عرفه صح دخولك لازم بنظام وهتقول ايه وليه وعشان ايه فهتلاقي لما حد بيجيب مسلا تلت جوان او يجيب اسست او تاع في ساعتها بقى طلعه عشان دحقه صح ده واحد لازم يتشكر صح ده واحد لازم التاني لا لسه اه لسه ما جايش وقته فيه واحد بعرف يتكلم وفيه واحد ما بعرفش يتكلم دي نقطة مهمة اه مهمة جدا وانت اللي بتحسب ده بصفت ده ينفع يطلع وده ما ينفعش يطلع وبعدين بيتخسم منهم ايه بيتخسم يا بعد ما بتطلعه بيتخسم نا نا بص احنا 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 متفقين من اول يوم ان ده بيتك ينفع تطلع اسرار ببيتك لا طبعا نفعش تطلع اسرار بيتك الموضوع ده خاد من النوقت طويل جدا واخناقات وحب وطبطبا وكل حاجة انت عايز تقولها هتقولها هتعملها بابنك ابنك او اخك الصغير بتعاملوا كده لكن هم اللي عايبة عارفت ان في حدود صحيح خلص لحد هنا هتروح الحتة دي مش هيبقى الموضوع كويس